موسيقى طالبي العزاء طالباتي العزيزات أصعد الله أوقاتكم وبعد اليوم بدنا نتكلم في هذه المحاضرة عن اللي هي التوافق عن طريق الحيلة الدفاع النفسية أخذنا إحنا يعني أكم حيلة دفاعية اليوم إن شاء الله بنكمل أنا بذكرهم لأنهم مهمين ومهمين نعرفهم كمان في حياتنا اليومية وكمان في الامتحان بالنسبة للامتحان اللي حنحكيه من هالوقت وطالع هو اللي حيجي في الامتحان إن شاء الله وحختار إلكم مواضيع إحنا مش هنختار كل الكتاب لا هنختار وخاصة المواضيع اللي أنا ما شوفه مهمة بنتكلم الآن عن إشي اسمه النقوس والنقوس يعتبر من الحيل الدفاعية النفسية التي يقوم بها الفرد للتغلب على ما يقابله من صعاب ومشكلات النقوس هو عبارة عن أمر سلوكي يرجع فيه الفرد إلى مرحلة سلوكية من الطفولة سبق أن مر بها وتجاوزها رجوعا موضوعيا يرتد فيه الفرد إلى ميل ومشاعر وتصورات طفولية بمعنى أن الفرد الكبير ممكن يرجع لمرحلة الطفولة ويتماهى معها أو يقلدها حتى يستطيع أن يخفف من التوتر الناتج عن مواجهة الفرد لعاق أو مشكلة معينة وهذه الحيلة لا بأس بها لفترة بسيطة مثلا الطفل الذي يبلغ الثالثة من عمره يبدأ ويعود ليبلل الفراش ويمس صبعه بمعنى حتى يتذكر أنه طفل صغير عندما يولد له شقيق يأخذ كل الحب والاهتمام منه يعني حتى يتغلب على مسألة الغير فبيرجع يقلد حاله هو صغير يتبلل في الفراش أو يتبول في الفراش ويمس صبعه وقد يكون في هذا الامتصاص للقلق والانزعاج لفترة مؤقتة ينتبه بعدها الأهل إلى ضرورة الاهتمام والحب والحنان بين الطفلين إذا امتد هذا السلوك مرحلة طويلة بيعتبر أنه يحتاج إلى علاج يبدو النقوص واضح لدى كثير من الناس في مرحلة المرض الجسمي ولكنه أكثر وضوحاً في الأمراض النفسية إذ يتخذ أشكالاً منها التهجم والصراخ والغضب الشديد أو الضحك والبكاء الطفولي أو الاندفاع والخوف من أشياء تافعة هذا هو اللي احنا بنسميه النقوص بالنسبة للتعويض الحيل الثاني هي حيلة دفاعية نفسية لاشعورية يلجأ إليها الإنسان نتيجة الشعور بالفشل أو النقص أو العجز عن إشباع دافع قوي أو إضفاء عجز أو عيب يسدي أو نفسي ويبدو في صورة اهتمام زايد أو سلوك معين للتخفيف من حالة التوتر والقلع يعني مثلاً الطالب القصير القامة والمحرج من شكله قد يلجأ للدراسة والمذاكرة الجادة التي قد توصله إلى التفوق الذي يعوض الشكل وهذا نوع جيد وهذا يعتبر تعويض إيجابي ولكن التعويض قد يتخذ طابعاً سلبياً عندما يتكلم الإنسان كثيراً عن نفسه وهميته وقدراته ليعوض تقصيره يعني إحنا بنسميه اللي هي الإغراق في مدح الذات أو الإغراق في الأنا وهذا يجعل هذا الإنسان موقع سخرية يعني الناس بتكثير بتحكي أنا عملت وأنا صويت وأنا رحت وجيت هذا بيخلي الإنسان عرضة للسخرية وهناك مثل شائع في الأب الذي لم يستطع دخول الجامعة أو دراسة مادة معينة فيصر على ابنه أن يدرسها سواء قادراً عليها ويرغب فيها أم لا يعني بعض الأباء لا يستطيعوا أن يدخلوا تخصص معين فيحاولوا يخلوا بعوضوا أولادهم عنهم لكن يعني من المفروض أن يتفهم الأباء اللي هي قدرة الأبناء العقلية بنجي إلى الحيلة الأخرى اللي هي الإعلاء والتسامي وهي حيلة يسعى فيها الفرد إلى الارتقاء بالدافع أو الرغبة أو العاطفة المكبوتة إلى مستوى أرفع وأسمى لذلك بسموه هي عملية تحويل الطاقة النفسية من ميدان أو جهة معينة إلى ميدان آخر أكثر قمولاً في الإطار الاجتماعي فالشخص الذي يشعر بالدافع العدواني قد يتسامى في الواقع ويرفع من هذا الدافع إلى أعمال اجتماعية معقولة ومقبولة مثل الصيد أو المصارعة يعني الإنسان يحاول أن يتسامى يعني بحاول يفرغ طاقته فيه شغلات مهمة إذا حسب العدوانية مثلاً بيعمل أعمال اجتماعية مقبولة ومعقولة الصيد والمصارعة والشاب الذي يرهقه الدافع الجنسي ولا يستطيع إشباعي قد يلجأ للفن والرياضة ويتفوق فيهما يعني عملية تعويض حتى وإعلاء وتسامي وبالتالي في هذه الحيلة النفسية غالباً ما تساعد الأفراد على حل مشكلاته النفسية التي نواجههنا ولكنها قد تكون حلاً مؤقتاً وقد تصبح توجهاً دائماً وليس معنى هذا أن كل ملاكم أو مصارع أو فنان هو بالضرورة يمارس ما يمارس كدفاع تسامي وإعلاء هذه العبارة مهمة كمان الحيلة الأخرى اللي هي النسيان والنسيان يعني الناس يلجأوا إلى النسيان للتخلص من الدوافع الغير مقبولة والرغبات التي استحال تحقيقها كذكريات مؤلمة تختفي اختفاءاً تاماً من وعي الفرد وإدراكه ويزول ما كان يمكن أن يترتب عليها من سلوك قد ينسى مثلاً الإنسان موعد مع شخص لا يوده في قرارة نفسه أن يراه أو ينسى اسم شخص يكرهه يعني هذا نسيان اختياري أنا بنسى اختياري مثلاً في موعد بديش أروه عليه بنسى بتنسى شي شخص بديش أجيب ذكره بنسى ولكن قد يتسع نطاق النسيان ليشمل حياة الفرد الماضية كلها أو جزء منها وقد يصل النسيان إلى الحد المرضي هذا هنا الخطر عندما يصبح النسيان حالة مرضية هذا يحتاج إلى علاج النسيان الذي يعد حيلة دفاعية ويحدث نتيجة الكبت يختلف عن النسيان العاد الذي يحدث في حياتنا اليومية نتيجة ضعف بعض الخبرات وزوالها تلقائياً من الذاكرة يعني في بعض الأشياء من الذكرهاش في بعض الأشياء من الذكره بتفاصيلها أو بسبب كثرة الأنشطة التي يقوم بها الإنسان لأنه من الممكن أن يسترجع الإنسان هذه الخبرات أما النسيان الناتج عن الكبت فهو حيلة دفاعية هروبية لا شعورية وليس من السهل تذكر ما كبت إلا في ظروف خاصة أو بعد المعالجة النفسية والكبت هنا هو عبارة عن طرد الخبرات من عالم الشعور إلى عالم اللاشعور كبت وأحياناً يكون لاشعوري في القمع أحياناً قمع الخبرات عكس الكبت فيه القمع وهذا برضو طرد عواطف ممكن تسبب لنا إحراجاً أو مشكلات اجتماعية النوع الآخر من الحيل الدفاعية وهو التحويل والتحويل هو نوع من الحيل الدفاعية نواجه من خلالها القلق والتوتر والخوف من نطاق الشعور بواسطة عراقيل الصراعات الداخلية أو الدوافع المكبوتة يعني بنحولها إلى منافذ خارجية موضوعية منها ما هو عرض جسمي يعبر عنه بصورة رمزية استعارية ومنها ما يتضمن تحويلاً فيسيولوجياً يعبر عنه في صورة وظيفية ومنها ما يظهر على شكل تعبير سلوكي في صورة عدوان يعني بنجيب مثال على ذلك أنه في بعض الأمور تتحول إلى مصدر إحباط بنصبها على شيء آخر يعني مثلاً فيه واحد مغلبني أو محبط منه فأنا برفع صوتي على واحد تاني فأنا أفرغ الطاقة النفسية أو مثلاً التلميذ الحاقد على أبيه فيحول هذا الحقد على مدرسيه أو سائق الباص يعني كثير إحنا مثلاً باللاحظ أنه الآباء بعنفوا أولادهم وبالتالي الأبناء لا يستطيعوا أن يردوا العنف للأباء فبيحولوا هذا العنف تجاه الآخرين يمكن أبوه واحد يكون ضربه على القنظيفة وهو طالع من البيت يلاقوا من صغيره ويضرب الولد يعني زي يقول لك يتفشش فيه فهذا هو عملية التحويل بنجيب الحيلة اللي هي برضو مهمة اللي هي الإنسحاب يسموه ويذي جروال وهو حيلة هروبية دفاعية نفسية تهدف إلى إزالة التوتر والألم الناتج عن مشكلة معينة في إشباع الفرد لحاجاته ينسحب ولكن عن طريق الإبتعاد يعني بابتعد بالمزاج وتجنب المواقف التي تسبب الفشل أو تؤدي إلى النقد أو العقاب وهذا نوع جيد من السلوك يعني من تدخل فيه ما لا يعنيه لقيا ما لا يرضيه فيصبح الميل إلى العزلة والوحدة والخجل الوسيلة أو حيلة يتجنب بها الفرد الإحباط الاجتماعي طبعا هذا غلط أنه الواحد يعني عشان أنه مستحي أو مش قادر يواجه يعني بميل للعزلة والوحدة لا الواحد لازم يعني يكون عنده ثقة في نفسه وفي قدراته ويحاول يتدخل ويعمل ويعمل زي ما بقوله بالإنجليز involve في اللي هو الأحداث في ناس بتخاف بالمشكلات الحياة وعقبات التعامل مع الآخرين وتعد هذه الحيلة من الحيل الصعبة لأنها لا تكتشف أو لا تكتشف فالشخص يبدو كأنه هادئ ويعتقد مدرسه وأصدرته أنه مؤدب ومحترب وهذه مشكلة بيتواجه الطلاب في المدارس يعني كثير من المدرسين بيعتبروا الطلاب المؤدبين هادئين ولكن قد يكون هو منسحب وقد تصبح هذه الحيلة نمطاً في شخصية الفرد ولا يسعى لتغييره يعني دائماً منسحب دائماً منسحب لا إحنا بنقول أنه يجب أن يواجه الإنسان المجتمع ويعيش فيه وهذا إحنا بنسميه المواجهة تتهم من خلال دعم الأسرة الاجتماعية يعني هيك بنكون خلصنا موضوع اللي هي الحيل الدفاعية يعني آخر واحد بتكون تكوين الاستجابة المضادة هذه مش مطلوبة عندنا هيك بنكون إحنا خلصنا المحاضرة الأولى من بقية اللي هي إحنا بنسميه الحيل الدفاعي وتكلمت عن الحيل الدفاعي لأنها مهمة في حياتنا اليومية شكراً لكم وإلى لقاء آخر في محاضرة أخرى